لا ينقص روسيا ولا بريطانيا الوسائل لخوض صراعاتهما ديبلوماسية آخرها ترد روسيا ستة ديبلوماسيين بريطانيين بعد أن تهمهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي بالقيام بأعمال تجسس وتخريب من جهتها نفت الخارجية البريطانية هذه الاتهامات وقالت إنها لن تعتذر عن حماية مصالحها الوطنية التصعيد الديبلوماسي الروسي البريطاني هذا لا يأتي من عدم إذ يتزامن مع زيارة رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر إلى واشنطن والتي توقع أن يبحث خلالها مع نظرائه الأمريكيين زيادة تسليح أوكرانيا ستارمر قال للصحفيين المرافقين على طائراته المتجهة لأمريكا إن بريطانيا لا تسعى لأي صراع مع روسيا وإن روسيا غزت أوكرانيا بشكل غير قانوني وبإمكانها إنهاء الصراع على الفور وطبعا في خلفية الصراع الروسي الغربي القديم الجديد أسلحة نوعية تريدها أوكرانيا من الغرب وهي صواريخ بعيدة المدى ستورم شادو وهو ما لن ترضى به موسكو وتحاول إقافه ترجمة نانسي قنقر